فجأة ودون سابق انذار انكشفت اللعبة الخبيثة وظهر كل شيء واضحا جليا بعدما فاجأت العائلة صهرها بشكل غير متوقع حتى دفعته الى نقل الامر الى ساحة القضاء فما القصة ادرك ذلك الشاب المسكين مؤخرا ان ذلك الملعوب الخبيث الذي لجأت اليه تلك الاسرة التي اكمل نصف دينه من بيتها نال منها لكنه ابال ابتعاد دون احداث خلل واضح في استقرارهم تهيأ له كل شيء بمجرد انحطت اقدامه ساحات القضاء وقرر ان يفتح قلبه ويتحدث بكل ما رأاه في ذلك البيت الغامض وفي رحاب تلك الاسرة التي لم تحسن معاملته كصهر ستر ابنتهم قضيعة كبرى ومؤامرة وقع وحده ضحيتها ولم يكتشفها الا في ليلته الاولى من الزواج لكنه ابال فضيحة وقرر ان يستكمل خطتهم وكأن شيئا لم يحدث حتى يمسك بباقي خيوط القضية الغامضة لكن قبل ان يقع الشاب المسكين ضحية العائلة التي لم تتق الله فيه وقع ضحية امر اعظم نظرا لعادة بعض القبائل بالسعودية التي تمانع ان يشاهد الخاطب او الزوج وجه زوجته طيلة حياته وبعد سبعة ايام فقط من الزواج اعاد الشاب زوجته المزيفة الى بيتها من جديد وقرر رفع دعوى قضائية طلب فيها اهل العائلة التي خدعتها برد المهر البالغ نحو 65 الف ريال سعودية وسجن شقيقتها حمل الدعوى محام المدعي كلمات صارخة ومفاجأة صادمة لساحة القضاء عندما تحدث عن خديعة وقع فيها من اهل العروس ولم يكتشفها الا بعد الزواج بعدما اقترنا بشقيقة زوجته المفترضة حيلة غامضة لجأت اليها الاسرة التي حافظت على عادتها وتقاليدها بان لا يرى الزوج وجه زوجته مطلقا على ان تكون متاحة لوالدته ان تراها فجاءوا باختها الجميلة المتزوجة منذ سنتين استحسنت الام على الفور الشابة الفاتنة التي جلست معها وتحدثا سويا وعند عقد القران جاءت الفتاة الكبرى الجميلة لتقوم بالانضاء على عقد الزواج بالنيابة عن اختها الاقل جمالا وجاذبيا وبعد اسبوع كامل على الزفاف حاولت والدة الشاب ان تبارك له على الزواج وتستفسر عما حدث اثناء ليلة الزفاف والاسبوع الاول في زواجه المقدس برفقة زوجته الفاتنة التي اختارتها له بنفسها لكن ما ان دخلت الى غرفة النوم تفاجأت بما رأت فالعروس لم تكن الا شقيقة الفاتنة التي اسرت قلب الام برؤيتها واسرت قلب الزوج من حديث والدته عنها وهنا لم تتمالك الام نفسها وعلى الفور خرجت الى نجلها وقصت له كل ما حدث منذ البداية وانها وقع ضحية لخديعة كبرى من اهل عروسه شاركت فيها الفاتنة الكبرى وقرر سويا ان يرد القلم اكثر قوة وانتم برأيكم ما الذي دفع العائلة الى ان تخدع صهرها بهذه الطريقة غير المتوقعة وما هو الجزاء المناسب لمثل هذه الحالة اشتركوا في القناة